ربما ترجح الكفة أصبح أمر صعب التكهم به أحمد خصوصاً بعد القائمة التي دخلت في الخمسة وسبعين عندما أحد القوائم ضمت سيد فتح بشاقة والمستشار عقل صالح ولكن كانت الحضوظ لقائمة مبهمة تماماً وهي قائمة سيد دبيب التي لا يعرفها الكثير من الليبيين لا يكون سوى المعروف منه هو سيد اللافي أو سيد كوني فقط ولكن كانت باقي الأسماء هي أسماء غير معروفة للليبيين أما تكاهنات في من سوف يصوت النواب فهي صعب جداً ربما يترك الأمر ليوم الخميس ولكن الرجل الأقوى حسب رأي العديد من المحللين هنا هو سيد باشاغة الذي كان لديه تجارب سابقة في حل بعض التشكيلات المسلحة وله يعني إعادة هيكلة وزارة داخلية ربما هو الرجل الأقوى في نظر العديد ولكن يصبح إلى الآن التوجس والخوف من انقسام أحمد في القرار وفي الحكومة هذا ما ينتج عنه العديد من الأزمات ولسيما أزمات الكثيرة التي مرت بالمواطن الليبي ولكن إلى الآن يترك الأمر إلى يوم الخميس وماذا سوف يحدث في الساحة في طرافلوس كيف سوف يباشر السيد باشاغة عملها هل سوف يسلم سيدة بيبة لباشاغة بعد تولي أو بعد أخذ رأي البرلمان والتصويت بفوز هذه القائمة إذ نجح عفوا سيد باشاغة ولكن لا يزال التكهن هو سيد الموقف أحمد والإجابة عنها يعتبر صعف جدا وخصوصا بأن المشهد السياسي أصبح مربك وضبابي لدى الشارع هنا اشتركوا في القناة